الصناعة الألمانية انتعشت في حزيران يونيو بواقع 2.4 في أسرع معدل منذ نحو عامين مما يدل على أن قطاع الصناعات التحويلية هو محرك النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا الانتعاش اعتبره البعض فنيا بالنظر إلى زيادة عدد أيام العطل في أيار مايو لكن الأرقام مثيرة للإعجاب وسبقتها قفزة في الطلبية الجديدة ألمانيا تتوقع ارتفاعا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بفضل الصعود السريع لقطاع الصناعات التحويلية والطلب المحلي القوي